ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء والذي عقد اليوم بقصر لكذيبية في بداية الاجتماع أشاد المجلس بما وصلت إليه العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من مستويات متقدمة بفضل ما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ألنهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حفظهم الله لافتا إلى نتائج زيارة جلالة الملك المعظم أيده الله إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد تعزيز علاقات التعاون بين البلدين على كافة المستويات ثم أشار المجلس إلى نجاح جولة إعادة الانتخاب التكملي لعضوية مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية الأولى على صعيد التنظيم والمشاركة شاكرا لجميع أهل الدائرة أبناء الوطن من مرشحين وناخبين الذين حرصوا على المشاركة والاطلاع بواجبهم الوطني الداعم للمسيرة الديمقراطية والتنموية متمنيا للجميع دوام التوفيق والسداد في خدمة الوطن وتحقيق تطلعات أبنائه بعد ذلك أكد المجلس على ما يليه حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه من حرص على تبني المبادرات التي ترسخ السلام والتعايش الداعمان للأمن والاستقرار والتنمية والازدهار وذلك بمناسبة اليوم الدولي للسلام ثم هنأ مجلس الوزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا باليوم الوطني للمملكة مشيرا إلى الإنجازات التي حققتها بقيادة خانم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء بعدها وافق المجلس على المذكرات التالية مذكرة اللجنة الوزرية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن الأنشطة التجارية مذكرة اللجنة الوزرية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي حول التعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ عدد من البرامج الداعمة لمسارات التعليم مذكرة اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرة التفاهم بين جامعة البحرين والجامعة الإندونيسية مذكرة اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على ثمان اقتراحات بقوانين واقتراحين برغبة مقدمة من مجلس النواب ثم استعرض المجلس ما يلي مذكرت سعادة وزير الخارجية حول التقرير النصفي للخطة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الفترة من 2022 لغاية يونيو 2024 مذكرت سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء بشأن متابعة أداء الجهات الحكومية في أنظيمة سجلات وتواصل وبنايات للفترة من مايو لغاية أغسطس 2024 مقارنة تلبي ذات الفترة من العام 2023 بعدها أخذ المجلس علما بما يلي نتائج المشاركة في اجتماع الدورة الحادية والستين بعد المائة للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاجتماعات الوزارية المشتركة بين مجلس التعاون وكل من روسيا الاتحادية وجمهورية الهند وجمهورية البرازيل الاتحادية نتائج المشاركة في اجتماع الدورة الثانية والستين بعد المائة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية نتائج المشاركة في أعمال الدورة السادسة والعشرين للجنة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ترجمة نانسي قنقر